بسم الله المنتقل فكت عينه وحق لها بكاها وما يوني البكاء ولا العوين قصة وعبر رجل لم تزل به زوجه تشعل مراجل الكره والحقل والبغر على أمه حتى قبر قتلها لا إله إلا الله قصة وعبر والله ما رأيناها في الوحوش الكواسر ولا سمعنا بها في السبع الضواري يقول الراوي فاستدرج أمه لنزهة برية وهي فريحة لدرب لها بها فلما وصل إلى مكان خالي قال لأمه الزهي قالت هل وصلنا؟ هل وصلنا؟ قال نزلي فإني أريد قتلك الآن لقد نغص علي وعلى زوجة معيشتنا فبكت الأم وقالت يا ولدي يا ولدي تعني أعيش في منزل لي وحدي قصة لكن إذا قتلتك لا يعلم أحد قصة يا ولدي يا ولدي يا ولدي أنا أمك أنا أمك حملتك أرضعتك ربيتك سهرت لنومي يا ولدي عريت لأجلك لكن ما حركت كلماتها قلبه يا ولدي ولا هزت عباراتها فؤاده يقتل أمه فقالت له الله يعلم بأمرك مطلع على عظيم جرمك وسيبتقم منك ومن زوجته فقال ساخرا إذا لينجيك الله من قبلتي قالت إذا دعني حتى أصلي فإذا كنت في التشهد فاقتلني فاقتلني وفعلا كبرت لصلاتي فلما بلغت التشهد رفع صخرة كبيرة من ورائها يريد أن يهوي بها على رأسها وفجأة سمعت الأم وفجأة سراخا مخيفا من خلفها فنظرت فإذا بابنها قد خصفت به الأرض وأصبحت قدما مغروسة كان في الأرض وباقي جسده في الهواء ويده التي رفع بها الحجر قد سلت تماما لا يستطيع لها حراكا فصرقت الأم باكية على ولدها الوحيد ولدي حبيبي يا رارة ما أنجبت غيره ولدي ماذا حل بك ماذا أصابت ما أخذت بحنان أسحبه وتزير التراب عنه بيديها الضعيفة ويتقول ليتني لنت أنا دون أن يحدث لك هذا المكروح يا ولدي وما أصدق المثل قلبي على ولدي فطر وقلب ولدي علي حجر إلى كل ابن عاق بوالديه أين الدمعة الحانية فارجع وتب ولذن الندم ترجمة نانسي قنقر شكرا